وزير النقل افتتاح متر النزهة أكتوبر 2018 قال وزير النقل هشام عرفات أنه تم اختصار المدة الزمنية لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمتر الأنفاق وافتتاحها للجمهور في أكتوبر 2018 وهي المرحلة التي تمتد بطول 5 كم و15 متر وتشمل أربع محطات نفقية ومحطة علوية وهم هارون وإهليوبلس ألف مسكن ونادي الشمس والنزهة وضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت عقب جولته التفقدية لأعمال تنفيذ الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة من القط الثالث وأرض الورشة وماكينات حفر الخوزيق والكبري العلوي الخاص بالمصار العلوي للجزء الثاني من المرحلة رفقه خلالها رئيس الهيئة القومية للأنفاق طرق جمال الدين نو تم تجاوز 45% من تنفيذ الأعمال الانشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة إلا أنه جاري إعداد التصميمات الخاصة بأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم بنسبة 35% وجاري تنفيذ أعمال السكة بنسبة وصلت إلى 8.5% تنفيذ أعمال السكة بنسبة وصلت إلى 8.5%